اليوم رح نحكي عن شغلة بتصير معنا احنا بس هالمرة ما بتصير معنا شخصيا بينما بتصير مع الاشخاص اثناء تواجدنا معهم لهيك لازم نحن نعرف كيف نتصرف في هاي الحالة اليوم رح نحكي عن السكت الدماغية شو اهم الاعراض يلي بتصير مع الشخص المصاب بسكت الدماغية في عنا قاعدة نحن بنتبعها دائما اسمها اكت فاست اكت فاست هي الاعراض يلي بتظهر على الشخص اللي بتصيبه السكت الدماغية باول ما بتبلش معه اول شي عنا الوجه اذا لاحظنا احد نصفين الوجه انه عم ينزل بشكل لا ارادي لازم نحن نطلب من المريض انه يبتسم اذا ما ادر يبتسم او يرفع المنطقة يلي الوجه نازل فيها فهيكي بنعرف انه هاد العرض الاول للسكت الدماغية الشغل الثانية اللي هي الدراعين اذا طلبنا من المريض انه يرفع دراعينه ووحدة منهم كانت نازلة وما بيقدر انه يرفعها بمستوى دراعي اخرى فهيك بنعرف انه هاد العرض الثاني للسكت الدماغية العرض الثالث اللي هو الكلام اذا كان كلام المريض مش مفهوم بنطلب منه انه يحكي يعيد ورانا جملة بسيطة هلا اذا ما عارف عيدها فمنعرف هون انه هاي العرض الثالث للسكت الدماغية هادولة الثلاث اعراض كافلين بانه نحن نجي للشغل الرابع اللي هي الوقت ونتصل مع الطوارئ بشكل فوري ونحكي معهم لحتى يجوا تصرفوا باسرع وقت ويكون معنا الطبيب المختص موسيقى